هاي يا حلوين كيفكن اليوم؟ ان شاء الله يراب تكونوا كل ياتكن منح اهلا وسهلا فيكم بقناتي اليوم بدنا نحضر مع بعضنا أتيب تشوكولت موس كيك بس قبل ما نبلش بهالوصفة الكتير طيبة و سوبر يومي ما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو وتعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب تدالكم باطلاع بكل شي من الوصفات يلي انا بنزلها الوصفة شوي طويلة بقلبة تفاصيل كتير مهمة تابعوها وجربوها اكيد بالبيت وبعتولي الصور اول الشي واهم الشي انه نحضر القناش فرست لنحضره بالاول لانه هيدا لازم نبرده بعدين حنخفقه فلالقناش نحنا بدنا نحط شوكولتة للطبخ انا استعملت الشوكولت يلي هو دارك فيكن تستعملوا الملك الشوكولت يلي انتوا بدكن يه ومنضيف عليه كرامة الطبخ انا هون الكرامة مني مسخنطة انا عايزة كرامة الحلويات فيكن تعوزوا الكرامة الطبخ ما بيأسر وبعدين منحطهم بالمايكروويف بعد ما نحطهم بالمايكروويف بيكونوا هيك منبلش نحركم لحتى يدوب الشوكولتة باللكرامة ويصير عنا هيدا الخليط متل ما نكون شايفين هيدا الخليط هلأ نحنا هنغطي هنحط هيدا الخليط بالبرات حوالي شي ساعة ساعة وشوي لحتى يبرد ويجمل هلأ هنحضر خليط الكيكبي الوعاء عنا هنحط اول شي لطحين وفيكن تعملوه اكيد بالماشين انا خطرت اني عملوه على ايدي بعد ما نحط لطحين هنضيف فوقن السكر وحنرجع نحط الكوكو باودر الكاكاو وحنحط معن بيكينج سودا وبيكينج باودر هلأ اكيد يلي ما عندن بيكينج سودا فيكن انكن ما تستعملوا بيكينج سودا وتحطوا محلو بيكينج باودر منرش رشة ملح ومنخلطن كتير منيح اهم شي نخلط المكونات الجافة كتير منيح وبعد ما نخلطن منحطن على جنب وبدنا هلأ نحضر الخليط يلي هو السائل خليط السائل كتير سهل تحضيره كمان هنحط اول شي ماي هنرجع نضيف عليهم حليب وبعدين هنحط عليهم زيت نباتي وحنضيف فوقن البيت هنعوز لهيدا الوصفة اتنان بيت بيعملولنا اتنان كيك ونحنا بالاخير هنحطن متل ما نكون شايفين باول الفيديو طبقات فوق بعضن واكيد بعد ما نحط البيت بننا نحط الفانيلا اهم شي لما نكون عم نعمل شي بقلب وبيت انه نحط الفانيلا ومنخلطن كل ياتن سوا كمان هكتير منيح نتأكد انه البيت نخلط مع الحليب ومع الزيت وبيصير فينا هلا ناخد هيدا الخليط اللي هو السائل ونحطه فوق الخليط الناشف اللي نحنا حضرناه ونضيفه كل ياتن سوا فوق بعضن ومنرجع نخلطن لحتى يتكون عنا خليط الكيك الخلط لازم يكون شوي شوي حتى اذا كنتوا عم تعوزوا الخلاط المشين حطوها على اول درجة مشان ما نخلط زيادة عنه اللزوم نحن ما بدنا نعمل اوفر ميكسنج للكيك لانه بيرجع بينتزع عنا الخليط وما بيعود يرفخ او يقاما بيتلعا معجن من جوا منبلش هيك نخلط شوي شوي لحتى نحس انه مطل عنا كتل وانه دابوا كل الكتل وصار عنا هيك خليط كتير حلو وسموذ وسلكي وهلأ حنضيفه عليهم ملع كبيرة من الخل ومنرجع منخلط الخل حيخلي الكيك تبعنا كتير طريق من جوا منكون نحن احنا قراضي محميين الفرن درجة الحرارة 180 هنحط هيدا الخليط بقلبان من الكيك القلب حجمه 20 سنتيمتر اذا ما عندكن قلبان نفس الحجم فيكن تحطوه بقلب واحد وبعدين بتقصو الكيك بس هو دايما مشان يتلاع عنا طبقات يكون شكل حلو ومرتب منعمل بقلبان كيك بس كمان اذا ما عنا القلبان كتير سهل انه نقص الكيك مندخلهم على الفرن بياختو حوالي 20-25 دي على حتى يستووا اكيد اذا بقلبان اذا بقلب واحد هياخد معكم اكتر وقت لما يبردوا شوي منقلبهم وانا بحب حط ورقة زبدة بالقام مشان اضمن انه مايلزق شي عندي ومنشيل ورقة الزبدة مننطر على الكيك تيبرد على قليلة شي ساعة قبل ما نقدر نعمل الفراستنج لانه اذا كان ساخن حتدوب معنا الفراستنج هلأ بعد الساعة متل ما نكون شايفين القناش اللي نحنا حضرناه قبل ويلي كان هو سائل صار عنا جامد فيكن تعزوه متل ما هو تتحشو الكيك بس انا بحب انه نخفؤه بتصير بتحسوه فلفي اكتر وليت وبتصير طعمته هي الموس ببطل جناش سو لهيك بحطو عندي بالخفاقة وبدلني اخفؤه لحتى اول شي يكتر بيصير حجمه زيادة لونه بيصير اخف وبيصير القوام طبعه متل الكرامة لانه ما تنسو نحنا حطين كرامة خفق بقلب هيدا الخليط فبيصير عنا هيدا الموس اللي نحنا بدنا الموس متل ما هو فينا نقدمه بينعمل بكاسات مع طبقة بسكوي من تحت او حتى تعملوا طبقات بسكوي او يا اما فيكن تعمل مثل ما انا هاعمل وها احشي الكيك فيه هجيب هلا الكيك تبعي اللي نحنا حضرناه وحنعمل طبقات من الكيك والموس انا بحب حط من هيدا الفضة لانه بحسوا اسهل علي لما بدي حطوا بالبرات بحط اول طبقة من الكيك وبرجع بحط الموس تقريبا نص الكمية لانه انا عندي بس طبقتين من الكيك اذا بتكن تعملوا طبقات اكتر بتخففوا الكمية او بتزيدوا الموس ومنبلش نفردها فيكن تعملوا مثل ما انا عم بعمل بالسباتشولا فيكن بالملعة يلي انتوا بتكن يزبط بكل الطرق وبرجع بجيب شوية تاكلة كريسس فيكن تحطوا تاكلة تيبس تطحنوا ويفر تحتوه بس طيعت نكها ويعط هيك شوية تقرمشة انتوا عم تاكلوا الكيك يعني مثل ستيل المحلات منحطها الشاكلة كريسبس بالنص منرجع منجيب الطبقة الثانية من الكيك ومنحطها فوق منضغط عليها شوي بتلاقوا انه الموس بلا شيطلع شوي لبرة هيدا السح وهلا الطبقة اللي مفوق هنحط باقي الموس و هنغطي الكيك منرجع مندخله اكيد على البرات قبل ما نقدمو حواليش ساعة على القليلة كل ما بردنا ويطلع عطيب مثل ما لاحظتوا انا محتت ولا شجر سرب او حليب تسقي الكيك لانه الكيك تبعنا كتير هيكون مويست وطري لانه حطي ينالو ملعه هالخل لما بدي قدمو زيانتو هيك بشوية الشوكولت فليكس على الاطراف وبعدنا قطعتو وقدمتو هتشوفو من جوا مأحلى الكيك وبتحسو هيك بطراوة الكيك نفسه والموس الديشو بيرفكت من جوا طعمته رائعة وصفة كتير سهلة و سوبر طيبة لازم تجربوها خارج اذا عندكم مناسبة عيد ميلاد جاي لعندكم جيوف تثبت بكل المناسبة جربوا هايدي الوصفة وبعتولي السور ما تنسو فيكنتوا بعتولي هنا على الانستجرام وكتبولي تحت بالتعليقات اذا حبيتوها و اذا حتجربوها و ما تنسو اللايك و بفولو لصفحتي على الانستا و سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب و هيدا كان وصفتنا لليوم تشاليرا بتكون احبيتوها صحتين و الف هنا وبشوفكن انا بفيديو جديد قريبا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة